حياكم الله و مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي نبض اللي جان ضيفنا لهذا الأسبوع النائب فهد المسعود عضو في لجنة الميزانيات و لجنة المرافق العامة و لجنة شؤون النفط و الطاقة و أيضا لجنة تعزيز القيم حياك الله أبو عبدالعزيز بياكم حياك الله بسالة و أحييك و أحييك فيلغ العمل و المشاهدين الكرام الله يعطيك العافية أبو عبدالعزيز سنبدأ الحوار ولكن بعد مشاهدة حصاد اللي جان البرلمانية لهذا الأسبوع مشاهدين لنتابع حصاد اللي جان البرلمانية و من ثم لنا عود من جديد أهلا بكم مشاهدين و أجدد الترحيب بظيفي وظيفكم النائب فهد المسعود سنبدأ الحوار ولكن بعد فاصل قصير ابقوا معنا حياكم الله مشاهدين و أجدد الترحيب بظيفنا وظيفكم النائب فهد المسعود حياك الله أبو عبدالعزيز أبي أبدأ و إياك من اهتمامك و أعتقد أن من صميم عملك موضوع الأمن السبراني و نظم المعلومات و الـ IT بشكل عام لك اهتمام بهذا الموضوع و طلبت تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص بالأمن السبراني و كذلك الذكاء الاصطناعي لما لها من أهمية في المحافظة على أمن البلاد و غيرها من الأمور اللي ممكن تكون متطورة في المستقبل فتحتاج لمثل هذه اللجنة و هذا الاقتصاص شنو صار على هذا الطلب بسم الله الرحمن الرحيم لا شك مثل ما تفضلت أبو سالم الأمن السبراني اليوم تحت منظور عالم كله مع تطور التكنولوجيا مع التوسع الأفق في استخدام الانترنت و الفتاح العالمي في التطبيقات لا محدود فبالتالي أنت اليوم الاستخدام ليس فقط و التبادل المعلومات ليس فقط بالجيرة الجغرافية الطبيعية جارك مع جاري كدول اليوم لا أصبح العالم كله متواصل مع بعضه في مجرات شتى و الأفق مفتوح بالتالي عند كلمة السبراني هو كلمة سايبر اللي هو الفضاء المفتوح مع التطور و مع التقدم و مع الدياد و ارتفاع عدد استخدام التطبيقات في الانترنت لا شك كلما أنت دخلت و استخدمت بتزايد صار عندك احتمالية الهجوم عليك أكثر تصير سواء على المستوى المؤسسي الحكومي قطاع الخاص حتى على المستوى الفردي كأفراد نحن في المجتمع لذلك اليوم أنت و أنا و المؤسسات و الشركات و الوزارات الحكومية كلها ليس بمنأة من التهديدات و الخطورة التي تشكل عليك من الهجوم السبراني وبالتالي لا بد أن يكون عندنا استراتيجية و يكون عندنا خطط و يكون عندنا متابعة حثيثة و تحديث أول بأول للبرامج الخط الدفاع عن البنية التحتية عن البرامج و الشبكات و أمن المعلومات و المعلومات و البيانات كلها فاليوم أنت جل عملك كله يعتمد على قاعدة بيانات في كل قطاع قطاعات الدولة نعم سواء المنشآت النفطية الحيوية سواء المؤسسات العسكرية الدفاع والداخلية سواء قطاع البنوك و الأنظمة المالية حتى التعليمية و حتى الصحية و حتى كلها ليس بمنأة من هذه الخطورة الهجوم السبراني عليها فهذا الأمر تطلب أن يكون هناك لجنة معنية لا شك نحن اليوم لأن هذا الأمر مهم جدا و حيوي و كل الدول الآن تركز و تحث عليه بل هناك توصيات عالمية فيه مؤتمرات عالمية فيه أوراق علمية تقدم بتوصيات بضرورة الحماية الأمن السبراني المعني بالحماية من أي خطر خارجي و أمن المعلومات يعني بأي خطر داخلي و خارجي لكن داخلي أكثر لكن الخارج يخط دفاعك اللي هو أن تكون عندك أنظمة تحميك من الهجوم السبراني و بالتالي سموه أمن سبراني أمن الشبكهات من التحتية و المعلومات و البيانات اللي أنا شرحت في الفيديو و شون صار على اللجنة اليوم طبعا نقدمنا هذا الأمر لتشكيل هذا اللجنة البرلمانية حتى يكون هناك تنسيق مع الحكومة لاستيضاح منها سياساتها و استعدادها و البنية التحتية و الهيكلة العامة للأمن السبراني و وين واصله فيه و شون نقدر نقدم من تشريعات نساعدها في تعزيز الأمن المعلوماتي و أمن السبراني و أمن الشبكهات حتى بالفعل نكون عندنا تشريعات و منظومات متكاملة تؤمن لنا خط دفاع أول من أي هجوم ممكن يحصل على الأجهزة و البيانات الحكومية و غيرها من القطاعات الأخرى في موافقة على تشكيل اللجنة الآن طبعا لأننا بدأنا بالجلسة الأولى يوم 11-7 يوم الثلاثاء و لأن جدو الأمكان جدو الأعمال مزدحم فانتهينا إلى بعض البنود و لم ننتهي من المقية و هم تروح على جدو الأعمال و سيأتي إن شاء الله دوره ممكن للسبوع القادم أو اللي بعده لكن موجود على جدو الأعمال و إن شاء الله نتمنى من المجلس أن يوافق على تشكيل هذه اللجنة و تكون لجنة الآن و مستمرة حتى في الدول العقاد القادم و البعده و سيكون اللجنة لها اجتماعات و تنسيق كذلك مع الحكومة و يكون هناك استدعاء لناس مختصين و خبراء في الأمن السبراني ستستعين فيهم اللجنة حتى تعزز من عمل و مهام اللجنة و التكليف الذي سيصدر من المجلس لهذه اللجنة و نصدر كذلك تغارير دورية بما توصلت إلى اللجنة مع الحكومة حتى بالفعل نحقق الهداف المرجوة من تشكيلها إن شاء الله تم إدراج اعتمادات مالية للمركز الوطني الأمن السبراني و اتفاقية جوجل اللي راح يتم تنفيذها على مدار سبع سنوات بتكلفة إجمالية تقدر بثلاثمائة و ستة ملايين دينار هذا الأمر تعتقد أنه كافي لمواكبة هذه التطورات التكنولوجية في هذا المجال؟ هذا الأمر الآن هذا أمر تقديري لمشاريع قادمة وبالتالي يجب أن نسغ مع لجنة الميزانيات بهذا التصول اللي حطوا الأخوان في الحكومة على المشاريع القادمة سواء على حق الأمن السبراني أو حتى حتى المشاريع اللي راح ينفذونها مع شركة جوجل العملاء لكن يحتاج الأمر إلى تفصيل أكثر حتى نرى ما هي المشاريع التي ستنفذ و ما هي طبيعتها و ما هي المردودها الاستثماري و كذلك مردودها المنفعي على المجتمع و على دورة الكويت اليوم أنت لا يخفى عليك أبو سالم نحن اليوم في تطور هائل و كبير تكنولوجيا اليوم استخدامك للتكنولوجيا أصبح لازم لابد كل ما تعني من أعمال كانت سابغا تؤدى بالعمل اليدي و يسمونه أصبح الآن كله إلكتروني و آلي فبالتالي اليوم إحنا لازم ننتقل إلى ما يسمى كذلك بيئة رغمية إلى نظام رغمي إلى عالم رغمي و هذا كذلك راح يكون إن شاء الله من مهام اللجنة اللي راح يكون من ضمن أعمالها أنها كذلك تركز على الانتقال الكامل إلى البيئة الرغمية اللي هاليوم يعني تطبيق صار أصبح عالمي و ملوح و ضروري كذلك الدكاء الاصطناعي سنفهم الحكومة و أين ما صح فيه و شو التطبيقات اللي في الدكاء الاصطناعي ممكن نحن نستغطبها و بالتالي نطبقها على المستوى الحكومي و حتى المؤسسي اللي يعود بالمنفعة على رفع الإنتاجية و زيادة الكفاءة و كذلك يكون عائد استثماري حق دولة الكويت نعم طلب مناقشة البديل الاستراتيجي لزيادة رواتب الموظفين و رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي شون صار على هذا الطلب؟ هذا كذلك مدرج على جد و العمال نفس الجلسة نعم و نحن طلب عن طلبنا هذا الطلب يعني بني أنا و مع زملاء أفاضل نحن خمسة حسب اللائحة أنه نحن ممكن نقدم الطلب لتخصيص ساعتين في الجلسة لاستيضاح و وجهة نظر الحكومة و وجهة نظرها سياستها و المشروع حاله ماشى فيه و إنه قاطع فيه أي شوط حتى بالفعل نعرف و نتطمن أنه فيه بالفعل فيه مشروع حقيقي و موجود و رح يقدم للمجلس و متى رح يقدم هذا المشروع للمجلس لأن التصاريح صارت متضاربة و الأقوال كانت متناغذة لذلك و أنا بحث في لجان المجلس المختصة و المعنية و المرتبطة في المجلس التراججي سواء لجنة المالية و الاقتصادية و كذلك لجنة الموارد البشرية لم أجد إلا قانون مشروع قدم في سنة 2015 و بعد ذلك لم يتم عليه أي تعديل أو تطور أو يعني خلنا نقول اشتغلوا عليه سواء الجانب البرلماني أو الجانب الحكومي أو التنسيق مع بعض و ظل هذا الأمر معلق حتى اليوم لذلك كان يعني من الملح و الضروري أن نطرح مثل هذا الموضوع يعني نستوضح سياسة الحكومة و الاستراتيجية اللي ما شايفيها بالنسبة لي البجل استراتيجي و ما يعني على الأغل تعطينا بعض المؤشرات اللي تدل أن بالفعل هناك مشروع سيقدم في الغريب العاجل و متى سيقدم أنت موافق عليه من حيث المبدأ؟ نحن لا نقدر طبعا كفكرة اللي طرحت أنه بالفعل يعالج كثير من السلبيات في الوضع الحالي سواء بالكوادر أو حتى في المستمعات الوظيفية و التدرج الوظيفي و نهاية الخدمة لا شك هذا إذا كان يعالج بعدالة هذه كفكرة عامة لا نختلف عليها و هذا بالعقسال مطلب لكن نحتاج إلى تفاصيل أكثر حتى نناقش الموضوع بإسهاب و نعطي حقه و الموضوع يعني يحتاج وقت في الدراسة أكيد و بالنظر و مع مراعاة الوضع الحالي و كيف أن ننتقل إلى الوضع الجديد و ما هي آثار المستقبلية و كيف حيكون يعني مثلا بعد سنوات عديدة يؤثر على الميزانية و ربطها بالأمور هذه كلها فهو دراسة متكاملة لا تكون حتى بالفعل لو طرح هذا الأمر و درسناها دراسة مستفيدة و كان بالفعل قابل للتطبيق يكسع أن قدمك للتطبيق و التنفيذ لكن يحتاج إلى أول شيء أن يكون أولوية و كذلك يكون بالفعل تركيز أكبر وأكثر حتى لا يعني يهمل أو حتى لا يعني يروح يضيع بين قائمة الأولويات اللي احنا مطارحينها هذا موضوع مهم و لا بد أن ننتظر الحكومة السراحة نعم أبي أتكلم عن أول تجربة برلمانية لك أبو عبد العزيز و دخلت مباشرة إلى لجنة الميزانيات كيف تقيم هذه التجربة نعم والله يشوف احنا يعني مثل ما تفضلت أبو سالم هاي تجربة جديدة علي البرلمانية لكن الحمد لله اللي أنا أملك من الخبرات و أملك من الممارسات المهنية و العملية و النقابية و كلها يعني كانت مشابهة إلى ما موجود في مجلس الأمم طبعا أنت كان عندك مجلس دارة نعم وهو البرلمان و عندك لجان تنبثغ من هذا المجلس نعم يعني حنا ما مارسنا من هذه الدور لكن على شيء مصقر لكن اليوم نتكلم عن لا عن شيء أكبر تكلم عن البلد تكلم عن تشريعات تهم البلد هذا لا شك فبالتالي دخولي للجنة مثل الميزانيات أنا كنت حريص عليها لأن اللجنة مهمة ولجنة حساسة و فيها شغل الحقيقة و تستفيد الحقيقة من هذا من وجودك فيها من بعض الناس اللي موجودني ما شاء الله مبع طويل في الميزانيات كخبرات سواء المكتب الفني أو بعض أعضاء اللي سبقوني في هذه اللجنة أو حتى من الهيئات والزارة اللي يكون موجودها معانا تشارك في شرح ميزانياتها أو شرح أو تنفيذ يعني مبرات وضع الميزانية لها لا شك تب تعرف إيراداتك شكثر هذا مهم جداً تعرف مصروفاتك و كيف حجمها و كيف نقدر نعمل ترشيد للنفاع كيف نقدر نعمل ضبط للميزانية حتى بالفعل يعني يكون عندنا ميزانية قادرة على تشغيل البلد و هذا الهدف بالتالي أن يكون عندك إيراد جيد و الإيراد هدفنا يكون يفوق المصروفات حتى يكون عندك تفائض تستفيد منها في شتى المجارات في البلد و شنو أبرز الملاحظات اللي تشوف انها تتكرر على الجهات الحكومية في لجنة ميزانيات الأبرز يكون على موضوع المصرفات و المصاريف اللي تتعلق في مثلاً يعني مهام رسمية أو تتكلم عن مشاريع يعني رأسمالية أو تتكلم عن انفاقات رأسمالية هذه أكثر ما يكون متداول في اللجنة و خصوصاً في الباب التفصيل لها لأن أنت عارف أنت اليوم الإيرادات معروفة عندنا الإيرادات أربع خمس بنود فيها الإيرادات لكن المصرفات هي اللي يجب التركيز عليها بشكل كبير لأن المصرفات هذه لاجب أن تصرف أو تصرفكم فيها بالطريقة الصحيحة و إلى الجهة الصحيحة حتى تحقق الهدف من هذه المصرفات اللي هي التشغيلية وبعضها تكون يعني انفاق وبعضها تكون دعوم وبعضها يعني يكون كذلك مخصص لمشاريع أو لانفاقات رأسمالية تشوف أن هناك بوادر نحو تغيير السياسة المالية للدولة و الاتجاه نحو محاسبة الفاسدين في الهدر المالي للدولة لا نعم لا شك هذا تركيز مهم جدا أن نحن يعني كل كل فلس يطلع يجب أن نعرف أوجه الصرفي مرة أحد و يكون له اعتماد مالي و مخصص مالي لأن كل بند لا اعتماد و مخصص و رغم حساب فما يصير يعني تأتي أي من الجهات و تصرف دون حدود المقرر لها بهذا البند أو بهذا الاعتماد و أي طبعا تجاوز لا شك أنه حيكون هناك يعني مسائلة على هذا الموضوع ولا نقبل يكون هناك أي يعني صرف دون الاعتماد و تعارف كذلك أن ديوان محاسبة هو الذراع الأيمن لنا في هذا الموضوع يعني يبحث و يدقق و يسجل أي ملاحظاته على الإجراءات المالية و كيف تمت بطريقة صحيحة أو لا و كذلك إذا كان مطابقة للاعتمادات أو لا و إذا كان هناك أي مخالفات ستسجل و ترفع لنا حتى بالفعل نحن نقوم بالإجراء اللازم حتى نصحح و تصحيح هذا الإجراء حتى لا يتكرر في المستقبل نعم راح أتكلم عن عضويتك في لجة مرافق العامة البرلمانية و لكن بعد فاصل قصير مشاهدين فاصل و نعود لكم و يبقوا معنا حياكم الله من جديد مشاهدين و جدد ترحيب بظيفي وظيفكم النائب فهد المسعود نبدأ نتكلم عن لجنة مرافق العام و عضويتك في هذه اللجنة مرافق العام طبعا معنية في أمور الطرق الجسور الشوارع كثير من الأمور معنية في هذه أو معنية اللجنة فيها تقييمك لعمل وزارة الأشغال العامة و كذلك خصوصا في تطوير و صيانة الطرق و الشوارع و الجسور و كذلك أسباب تدهور الطرق في الكويت هذا الموضوع الذي كل اتفق عليه صحيح ما أحد مختلف عليه نعم نحن طبعا من الأمور التي كلنا نعاني منها و نتلمسها يوميا نعم بل يعني فيها خلال نقول ضرر لنا كلنا اللي هي الرداءة الشوارع ضرر مادي حتى ضرر يصر الجسماني شوارع يعني تكا تكون غير صالحة أصلا تمشي فيها أصلا و لكن تجاوزة تمشي فيها لأنك بضطر صراحة و لا تستحق و لا تساو يعني و لا تصلح أن تكون شوارع تسميها يعني طرغ معبدة ما نسمى بطرغ معبدة لا تصلح لذلك الأمر اليوم وصل إلى دروتة في في الاستياء العام حقيقة و على الوزارة لأشغال اليوم أنه بالفعل تأتي و هذا ما يحتاج إلا منها تنفيذ غرار تخصيص عندها ميزانية و تكون التنفيذ على مستوى الكويت كله في الشوارع الشوارع مكسرة محفرة جسور بعضها معطلة حارات بسبب رداءة الشوارع إذا كان فيها أربع حارات تتغلص إلى حارتين بسبب حارتين منها الحارات أربع ما تقدر تمشي فيها فهذه كلها إعادة غربلة الشوارع و إعادة بنائها و إصلاحها من جديد كل الشوارع أنا ما أستثنى شارع من الشوارع يكون إلا باستثناء يمكن بعض الشوارع الجديدة و الأسف حتى بعض الشوارع الجديدة اللي سوتها و عبدتها لوزارة الشغال اطلعت فيها بعض المشاكل ما طاف عليها حتى أشهر اللي تلقى فيها حفرة طلعت أو حصة يطلع من الشارع و هذا بالفعل يدل على أن في الفترة الأخيرة آخر عشر سنوات بالتحديد كانت هناك رداءة في التنفيذ و في استخدام المواد التي أنا أقول تصل إدارة الغش فيها لأنها ما راعت المستويات العالمية في التحضير لتمهيد و تعبيد الشوارع و ما نقشت وزارة الأشغال خصوص المشروعهم الأخير التعاقد المباشر مع الشركات العالمية ما صار حديث إلى حد الآن طبعاً اللجنة تشكرت توهى في الملجس الحالي فنحن عندنا شارة جلس يوم الأثنين القادم و راح يعني نستعرض جدوى العمال و بالفعل راح يكون هناك طلب باستدعاء وزارة الأشغال حتى نستوضح منها خطتها القادمة بالنسبة للإصلاحات الجذرية أتكلم أنا لشوارع الكويت كلها هذا مشروع كبير راح يكون و على مستوى المناطق والمحافظات و بالتالي اليوم أنت لا يمكن أن تسند المهمة لفقط شركة مغاولات عالمية وحدة تحتاج إلى أربع إلى خمس شركات بالتوازي تشتغل فيه و سنقسمها إلى محافظات على سبيل المثال فالمحافظة العصمة تستلمها مثلاً شركة محافظة الحوالية شركة ثانية و محافظة مثلاً فروانية و هكذا قيس عليها الكويت كلها زيبو عبد العزيز عشان بعد نكون واضحين و نطرح جميع التساؤلات و أيضاً تطرحون هذه الأمور عندكم في اللجان في الاجتماع المشكلة ما هي مشكلة أنه ميزانية و أسوي طرق جديدة الطرق أكثر من مرة يعني وزارة الأشغال اشتغلت عليها لكن الخلل هو المشكلة في الخلل نفسه أن الطرق ما تتحمل مثل ما قلت قبل شوي ما يمر عليها سنة إلا الطرق تصبح متهالكة فموضوع أنه فرش الأسفلت في الشوارع كلها و الطرق كلها هذه ليس المشكلة المشكلة أنه ما هي الطرق و الشوارع تتحمل وتأخذ أكبر مدة ممكنة أنها تكون صالحة للاستعمال و هذا بالضبط الذي أنا أركز عليه أنه إعادة إصلاحات جذرية أنه من الأساس اقتلاع و أسفلة الشوارع و تعبيدها كانها جديدة رح تصير بمواصفات و قياسات عالمية غير ذلك يعني اليوم قاعد تسوي ذات أشغال و هذا قد يكون يعني مشي حال سنقول لأن تتصع عليها إذا عندك مشكلة حفرة جداً بيتك شارع هذا تسدلك صيانة صيانة بس هذا حلو ترقعية ليس يعني استدامة فيها نحن نحرص لأنه تكون حلو مستديمة فيها استدامة لذلك أنا ليش أقول اليوم هذا مشروع كبير لأن لازم المسح اللي يكون ميداني على جميع الطرق في الكويت بلا استثناء اليوم الطرق كانت وعاني وتأن من ردائتها بسبب التنفيذ اللي كان السابق اللي هو آخر خنقول 15 20 سنة ما كان على المستوى المطلوب سواء بضعف الرقابة والمتابعة بردائة التركيبات والخلطات وكذلك ردائة المنفذ المقاول وهذا يعطيك الكفاءة المنتج النهائي كل شي ضعيفة أقل من المستوى المطلوب نعم وبالتالي اليوم أنت هذه الأمور تعاني منها أضف إلى ذلك أن عندك في كل طرق العالم في أوزان من أنت ما تفضلت كيف أنا أضمن أن هذه الأوزان تتحمل الشاحنات الكبيرة أو النغيلات الكبيرة شاحنات النفط والبترول وغيرها 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 بالشوارع لا بد أن يكون لإجراء هناك ما يسمى محطة أوزان على الطرق السريعة كانت موجودة نعم و لازم تنفذ مرة ثانية هذه على أساس أنك أنت توزن الشاحنة تتحمل الجسر وتتحمل الشارع حتى لا ينرجع مرة ثانية و يصير في مشكلة بالشارع بسبب الحمول الزايدة على الشارع فهذه الأمور نعم أنا عارفة بعض الشوارع بعض الطرق السريعة التي تمر فيها مثلا الشاحنات الكبيرة الضخمة لا بد أن يكون لها قياسات معينة حتى تتحمل هذه الشاحنات فبالتالي لا بد أن حتى المشروع القادم أن وزارة تشغال تكون بالحسبان هذه الأمور وتفعل دور مع وزارة الداخلية و كذلك مع إدارة الطرق الداخلية والسريعة تفعل غضية الأوزان في الشوارع الرئيسية و الطرق السريعة نعم فيما يتعلق بالمدن الإسكانية الجديدة تابعون جودة الطرق فيها أيضا كلجة مرافق نعم طبعا أنا في كلمة اليوم في في إقرار قانون المدن الإسكانية في المداولة الأولى والثانية ذكرت من ضمن حديثي و مداخلتي أن هذه المدن الجديدة بالإضافة تكون مدن ذكية لا بد أن تكون لها ربط شبكة مواصلات حديثة على مستوى عالي وبالتحديد ذكرتها سكك حديدية و مترو و شبكة مواصلات على مستوى عالي سوء مباصلات و غيرها نعم هذه لازم لأن اليوم إذا ما تنفذ مثلا المشاريع التي ترتبط مع المدن الجديدة ستعاني أكثر و أكثر في الاستقبل من مشكلة الازدحام لأن ستصبح لود على هذا الشوارع و دخولها إلى المناطق الجديدة و خروج هذه السيارات و تخيل تروح راحة وين إلى قلب العاصمة أو قلب المحافظات مثلا ستكون ازدحام بلا شك لكن لما أنت توفر شبكة مواصلات حديثة و تخلي العام تستخدمها قد يخف الضغط على الشوارع و الهايويات لأن اليوم أنت خلاص هذه المدن تعتبر عندك الكويت اليوم توسعت صار فيها مدن و ليس مناطق نعم فشون تربط المدن هذه من شمالها إلى جنوبها إلى الغرب إلى الشر هذه لا بد أن يكون عندك بنية تحتية يعني تهيئ لمثل هذه الشبكة عالة الجودة من المصر نعم على الجانب الآخر ربو عبد العزيز أيضا بعض المواطنين يوثقون مرافق مهملة ما يتم صيانتها ما يتم العناية فيها شو ندور الجهات الحكومية في مثل هذه هذه كذلك يعني من الأمور اللي ملحة وأنا وجهت فيها سؤال نيابي أنه في مناطق كثيرة في الكويت و خاصة السكنية تكلم نعم أنه في ساحات صارت قدت بكرامة والمشاهدين و الفريق العمل مكب لأي شيء من أفايات وهذا طبعا ماذا محضاري و يجب أن يفعل تفعل القوانين اللي تخالف من الكب سواء المقاول أو أي أن كان أو فرد في المجتمع لا بد أن يكون عندك أنت المناطق اللي لها كهدف أن تكون أول شيء نظيفة ما في هذه الأوساخ وأنتم كرامة ولا في هذه المكبات كل المناطق بالاستثناء حتى المناطق اللي في عليها يعني المشاكل مثل جلب الشوف غيرها لا بد أن نتفعيل اليوم ننظر إلى أن كون الكويت بيئة نظيفة خالية من هذه المكبات والأمور لغد تنعكس على الوضع البيئي الصحي و كذلك على الأفراد و على المجتمع و ممكن تطيب لك أمراض و تطيب لك أشياء تراكمية فبالتالي لا بد أن نفعلها و راح أن نتشارل كلنا دور في الملافق حتى بالفعل نكون الجهات المعانية كأسوأ البلدية و غيرها و البيئة و ها عمال البيئة نكون لهم دور كبير بأن نرى الكويت اليوم ما عند فيها أنك تترك سيارات مهمة لها في الساحات الترابية تحط لك مثلا بعض صارت مثل سوق حق بيع سيارات بعض المساحات تحطها هذه كلها مهمة تكون يعني مرفوضة أو مكبات مقاول يأخذ مخلفات البناء و يحطها مكب في بعض الساحات مع أن هذه مخالفة شديدة و تذهب لازم إلى مكبات و المخصص لها في النفايات فهو المطلوب تفعيل تفعيلها و عادة تدوير الأمور التي ممكن تصير لها تدوير نعم هذه لازم تفعل حتى تكون عندنا بالفعل كل المناطق تكون هي بيئة صحية سليمة خالية من هذه الأمور نعم أبو عبد العزيز بخصوص عضويتك في لجنة شؤون النفط و الطاقة يعني اعتماد الكويت على مورد وحيد ألا وهو النفط هل تعتقد أنه يجب الآن تنويع مصادر الدخل غير النفط هل تعتقد أن الاستثمارات أو الصناديق السيادية و الاستثمارات الخارجية كافية كمورد آخر بديل للنفط لا طبعا ونحن في الجانسة الأولى من لجة النفط كان اجتماعنا بجد المثمر وطلعنا بتوصيات وبتصورات الحقيقة كان معنا من أعضاء اللجنة وخبراء الصراحة بالنفط يعني استفدنا من وجودهم معاننا اليوم نحن النفط يعتبر سلعة وسلعة في الوقت الحالي يعني جيدة الحقيقة وكتقدر تستغلها شلون يعني النفط اليوم أنا طلعه وارح قاعد أبيعه بالسوق كنفط خام لكن مو قاعد استفدنا قاعد أستورده مرة ثانية كمشتقات كمشتقات كتحويلات نفطية لذلك اليوم السعر المرمين لو قلنا 70 أو 80 دولار أو حتى 90 الكلفة اللي قاعد أطلع فيها وبيعه بره وارجع أستفيد منه كمشتقات واشتري من بره قاعد أكلفني ألف دولار تقريبا شوفوا الفرق لذلك أنا الأوان اليوم نحن الأولى نحن نستفيد من هذه السلعة ونحن نحولها إلى مشتقات نفطية وتحويلات نفطية وطاقة والأمور هذه كلها وكذاك الغاز الحر وبإنشاء شركات رأس مالية استثمارية الهدف منها أن نحن نستخدم كمشتقات نفطية ونحن ننتج مع كبرى شركات عالمية كشراكة عالمية ونحن اللي نبيع حق السوق هذه المشتقات النفطية بمردود عالي جدا أولا أنه صار أنك مردود وإراد وقوي جدا وثانيا أنك أنت تكون هذه الاستثمارات وهذه المشاريع داخل دول الكويت ثالثا أنت بديت تتحول تدريجيا من دولة استهلاكية إلى دولة منتجة صناعية والتركيز على الصناعة وصناعة التحولية رابعا خلق فرص وظيفية بالآلاف حق الشباب الكويتي فأي رافد لا شك اقتصادي إراد قوي للدولة هذه وغيرها من المشاريع أنت تتوسع فيها المستقبل وخصصا أنا نركز على الغاز الحر اللي هو المستقبل بحقي في ظل يعني التحديات اللي يعني نشوفها في النفط كأسعار أنت اليوم سلعة قد ارتفع قد ينزل وبعدين أنت إذا ارتفع عن النفط صرنا في عيش الرغد ومستانسين مرتاحين وإذا نزل النفط يعني توهقنا وقلنا يلا وين نسد من وين العجوزات عندنا بالتالي هذه الاستراتيجية وغيرها من الاستراتيجيات اللي تركز على الصناعات والمشارع الرأس مالي الاستثمارية هي بالفعل اللي نحن رح ركز عليها اللي نحن ركز عليها اللي نحن ركز عليها فيما تعلق بعضويتك في لجنة تعزيز القيم نائب فهد المسعود وبو عبد العزيز شنو دور اللجنة في تعزيز التشريعات اللي تحافظ على تماسك المجتمع وقيمه؟ طبعا احنا اليوم في لجنة تعزيز القيم مهمتنا ان احنا نوعي المجتمع من خطورة بعض الامور اللي تفكك المجتمع يعني اليوم انت الاسرة هي نواة المجتمع وبالتالي يجب عليكم هناك وعي وإدراك من خلال يعني يكون عندك دورات يكون عندك تثقيف عالي اعلام هادف للأسر الكويتية حتى يكون هناك تماسك أسري مع التماسك أسري هو اللي يقضي على كثير من الامور اللي ممكن يقع فيها الشباب الكويتي كالمخدرات وكالامور اللي تتعلق هذلك باستخدام اليوم الانترنت والحواسيب وخطورة المواقع الليباحية هذه كلها يعني يعني استراد لأفكار والاستراد لأمور قد يعني تؤدي إلى إلى الشباب الكويتي يكون بالفعل في في تحت هنقول المخدرات وتعاطي المخدرات وبالتالي الشباب كله هذي يروح و بدال ما احنا نكون لنا دور في نكون الشباب تعزيز قدراته ومهاراته في كثير وشغل وقت فراقة في كثير من الامور اللي تعيد النفع له وكشاب وغير المجتمع حتى يبتعد عن آفة المخدرات وآفة الأمور اللي الخطورة على الشباب على المجتمع مخدرات وغيرها لأثارها المجتمعية خطيرة جدا والمسكرات وغيرها يعني ناهيك عن طبعا السلوكيات ناهيك عن الجرائم وارتفاع المعدلات رح تكون فكل هذه رح تكون لنا إن شاء الله لها دور كذلك الغش بكل أنواعه يعني رح يكون لنا كذلك دور كبير في الحد من هذه الضارة كذلك الظلم اللي يقع على بعض الناس يعني والتعسف في المعاملات والتنمر مثلا هذه كلها مجموعة من يعني خنقول الظواهر أو السلوكيات خنقول نجاز التعبير اللي احنا سنحرص على أن نحن نعزز القيم في المجتمع حتى تكون حص الحصين للمجتمع من خلال الإعلام من خلال مشاركات بعض الهيئات والمزارات المختصة كالإعلام التربية الأوقاف الداخلية كذلك التركيز على بعض الدبرات والعنشطة الاجتماعية اللي هي بالفعل تنمي من مهارات وقدرات الشباب حتى يبتعد عن مثل هذه الآفات ومثل هذه السلوكيات السلبية وشنو أسباب انتشار بعض السلوكيات الدخيلة على المجتمع الكويت هل ترون أن لها انعكاسات سلبية على المجتمع في حال استمرارها وعدم الوقوف بوجهها طبعا أكيد أن نتكلم عن هذه السلوكيات قد تؤدي إلى عنف قد تؤدي إلى إجرام تؤدي إلى سرقات تؤدي إلى الخروج عن المألوف يعني أنت اليوم حتى بالأبسط الأمور قاعد تشوف أن الناس يعني تخرج عن طورها وصير فيه نوع من العنف في الاستخدام من الآلات والاستخدام من الآلات الحادة وغيره وغيره كل على الأشياء يعني يعني ما تسوأ أصلا لذلك نحن نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء أحد الصحابة وقال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب قال أوصني قال لا تغضب كررها صلى الله عليه وسلم لذلك نحن اليوم لازم نزرع هذه الثقافة في مجتمعنا حتى بالفعل وتعليم ديننا وكون عندنا وازع ديني بدأ من الأسرة وبرى للمجتمع والمدارس والإعلام والوعي والإدراك حتى بالفعل تكون هذه بالفعل الحصة الحصين حتى نمتعد عن هذه السلوكيات الغير محمودة نائب فهد المسعود تقدمت مع مجموعة من النواب بطلب مناقشة مراقبة الأسعار ودور وزارة التجارة ووزير التجارة في بيان الإجراءات الرقابية التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الممارسات التي ترهق حياة المواطنين وتؤثر عليهم بشكل يومي خصوصا مع سماع يعني بعض مثلا التجارة ومؤسسات تجارية عن زيادة في الأسعار زيادة في الرواتب فيتبعها مباشرة زيادة في الأسعار على الرغم من أن الرواتب لم تزيد وكما هي باقية صحيح احنا طبعا تقدمت أنا و بعض الزملاء الأفضل العضاء في تخصيص كذلك ساعتين من الجلسة لمناقشة دور وزارة التجارة وجهات الرقابية الأخرى في ضبط الأسعار ومراغبتها أنا أعلم نحن عندنا بعض الأسعار قد تكون مو مفتعلة لكن كثير من الأحيان نجد بالفعل فيه شيء افتعال وخصوصا مع قرب بعض المناسبات كالعياد وغيرها من المناسبات تجد يعني هذه أو موسم معين فيه يصير عليه طلب هذه السلع فتكون هناك نوع من المضاربات ترتبع أسعارها بغير بشكل مطبيعي شيء مبالغ فيها فأسعار يعني فلكية يعني يعني يعطيها كثير من نحن بلد اليوم بلد عندنا الحمد لله منتجات بحرية على طول الساحل عندنا 200 كيلو لكن تجد بعض الأحيان أسعار بعض الأسعار السمك مو طبيعية في سوق السمك وفيه مضاربات قاعد تصير فنحن نقول وين دور إرقابة وزار التجارة خلنسمع منها البلدية كذلك وين دورهم حماية المستهلك وين دورهم كذلك الجمعات النفع العامة جمعية حماية المستهلك وين دوركم في ضبط هذه الأسعار حتى بالفعل يكون عندنا ضبط ومتابعة ورقابة ومخالفة من يعني يستغل المواطنين والمقيمين اللي بالفعل يتضرر من هذه الأسعار يعني حتى في السيارات الدلفري الطلبات اللي توصل الطلبات كذلك يعني في بعض أسعارها موطبعية يوصلك بثلاث دانير أربع دانير وين 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 رقابة وين وين تسعير وين اللاحة وحتى حتى دورنا كمواطنين لازم يكون عندنا وعي وثقافة ثقافة الرغابة أن الراغب هذا الشيء و نسكت عنه ونقدم الشكوى يعني لا نكون لا بد أن يكون لا تحرك حتى بالفعل نضبط الأسعار لذلك جاء جاء الطلب عساس نؤكد على أن يا وزارة تجارة يا حماية المستهلك لكم دور كبير نعم لكم جهود ما ننكرها وجودكم كبيرة لكن يجب أن يكون تفعيلها أكبر من هذا وتطبيق غانون يعني بلا استثناء على الكل حتى تتحقق بالفعل الموازنة بين إذا كان هناك زيانة الرواتب إن شاء الله ستصير مع كذاك الضبط الأسعار وعندما ارتفاعها بالارتفاع المبالغ والفاحش من بعض التجار كذلك يجب أن يكون تفعيل دور حماية المنافسة عندنا هيئة حماية المنافسة يجب أن يكون لها دور كبير حتى لا يكون احتكار لأي سلعة حتى يعني في بعض السلع تأتي من خارج يجب يكون فيها تنافس ما يصير يعني وكيل واحد يعني يحتكر هذه السلعة والدول الكثيرة يعني تحرّت من هذا القيود اللي أنا بس عندي وكيل واحد دي سلعة واحد اللي السلعة هذه لا بيصير اليوم خلي السوق مفتوح خلينا كله يتنافس وشفنا في بعض السلع وهذا مصالح المستهلك يعني شركات الصلاة كلها الآن كانت شركة واحدة وكان بالفعل الخدمات واسعار هالية صراحة اليوم شوف تنافس بينها هذا مصالح المستهلك بالتالي مصالح المستهلك أن يكون عندك تنافس حتى تقدم أفضل خدمات و أفضل أسعار عندك الله يعطيك العافية نائب فهد المسعود أبو عبد العزيز نشكرك جزيلا شكر على إعطائنا من وقتك لهذا اللقاء إذا عندك كلمة أخيرة تفضل فيها أنا في الختام الحقيقة أول شي يعني أوجه شكر لكم على هذا اللقاء الحقيقة وكان لقاء مثمر وكان لقاء جدا ممتع معكم كذلك أوجه كلمة إلى المشاهدين الكرام والشعب الكويتي بأن إن شاء الله المرحلة المقبلة متفائلين فيها في الإنجاز بالتنسيق مع الحكومة وأن هذه أنا سميها عنوان مرحلة الإنجاز هذا المجسم أنجزنا قانونين الحمد لله قانون الإسكان وإنشاء المدنة الإسكانية والتطوير العقاري وكذلك قانون ربات البيوت التي هي التعمية الصحي لهم وهذه أزف البشرة للشعب الكويتي كلها وبارك لهم وهذه الباكورة إن شاء الله انطلاقة لكثير من التشريعات التي تظهرها الشعب الكويتي ومنها ما هو يتعلق بالتحسين المستوى المعيشي وإصلاحات المعيشية وزيادة الترواتب وتحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين وكثير من التشريعات التي بالفعل متعطش لها الشعب الكويتي وإن شاء الله هذا المجلس 2023 يعتبر مجلس إنجازات بإذن الله وشكرا لكم مرة أخرى على هذه اللقاء شكرا لك نائب فهد المسعود كنت معنا في برنامج نبض اللجان نشكرك جزيل الشكرا على من وقتك لهذا اللقاء وإن شاء الله لنا لقاءات قادمة أيضا في البرنامج اللقاءات إن شاء الله تكون مبشرة يعني مبشر فيها الناس إن شاء الله بمزيد من الإنجازات مشاهدين الكرام إلى هنا أصل معكم لختام هذه الحلقة من برنامج نبض اللجان وإلى أن نتقيكم بمشيئة الله في حلقات جديدة إلى ذلكم الحين أستودعكم وطبتم في أمان الله